هنعمل النهاردة لحمة كباب حل أو لحمة البصل أو بصوص البصل هي من الأكلات اللذيذة أو اللذي مزيتها لنها ممكن تتاكل مع روز أبيض بس أو مع مكارونا أو كمان معايش هنبدأ أول حاجة بطاصة هنسخنها على النار هنسخنها الطاصة نفسها هنسخنها قوي وبعد كده نحط عليها معلقة سمنة بلدي أو سمنة وزيت وكمان نسخنهم قوي وبعد كده هننزل عليهم كيلو لحمة متقطع مكعبات صغيرة على قد ما نقدر تبقى المكعبات قد بعض وصغيرة مش كبيرة هنحط مع السمنة لما تكون سخنة قوي معلقة حبهان واللحمة بس مش هعمل أي حاجة تانية غير لما اللحمة لونها يتغير خالص أو تاخد لون أو شبه تتحمر يعني عشان بس يعني تكتمس سوايل جواها وتبقى طرية ما تبقىش نشف هفضل أقلب فيها لحد لما حس إن كل قطع اللحمة نفسها أخذت لون وبعد كده هفضل أقلب كواس من كل الاتجاهات ولما حس إن كلها أخذت لون هزوت بقى بعد كده التوابل بتاعته هي أصلا ملح وفلفل وقرفة بس مش هحط فيها توابل كتير هي كباب الحلة أصلا بتعتبد بشكل أساسي على الخضار الكتير مع الملح والفلفل بس مش بحب أزود لها توابل كتير هقل هقلب كمان اللحمة مع التوابل وبعد كده هجهز يعني لو أنا عاملة مثلا كيلو لحمة هعمل معها تقريبا بالتقريب كيلو بصل هي أهم حاجة يكون البصل كتير هقطع كيلو بصل تقطيع عشوائي خالص مش بشكل معين أو بشكل حلو أو حاجة لا بالعكس أي تقطيع خالص وهقلب البصل مع اللحمة كويس لحد لما أحس إن هو يعني يدبل هغطيه لحد ما يدبل خالص خالص وياخد لون أو مثلا يعدي ساعة على اللحمة وهما الاثنين يتكرملوا وهيحاول إن أنا ما زودش أصلا يعني مياه حاول ما زودش مياه على اللحمة خالص وبعد كده يعني بعد مثلا ساعة من البصل واللحمة ما يكونوا مع بعض ممكن أزود فلفل أو فلفل وطماطم أو فلفل وتوم أنا زودت المرة دي فلفل بس علشان يبقوا عاملين يعني يعملوا صوص فلفل وبصل مع بعض بس الطرق دي بتخليها حلوة جدا جدا وبتخلي لها صوص كتير هي هتاخد تقريبا ساعتين على النار أو حسب النوع اللحمة إيه بس أنا مش يعني ما حسبها خالص لما تستوي قوي قوي وبعد كده ممكن أحرق لها فحمة ممكن لأ هي طالعة حلوة جدا جدا ومختلفة عايزيكم تجربوها وتقول ليه رأيكم حلوة جدا